السلام عليكم ورجعكم فيديو جديد وهالمرة عندنا هذا البورد من توشيبا المشابه للفيديو السابق في الفيديو السابق حدثنا عن كيفية الغامة وعالج الرسومات التالف للابتوبات توشيبا C850 و C855 و L850 و L855 هذه الأربع موديلات تأتي بنفس البورد و البورد اللي عليها ممكن يجي بشريحة بايز واحدة وممكن يجي بشريحة بايز الموديل اللي تناولناه بالفيديو السابق هو البورد اللي يجي بشريحة بايز مزدوجة أو شريحتين بايز بهذا الموديل إن شاء الله أو بهذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح كيفية الغامة عن الرسومات ولكن بالبورد اللي يكون عليه شريحة بايز واحدة فخلينا نروح إلى وضع الهاند ونشوفكم الفرق بين هذا البورد والبورد اللي قبله الفرق الوحيد طبعا هنا قرب الكي بي سي إذا تشوفون عندنا شريحة بايز واحدة وكان عندنا بالبورد الآخر قرب البي سي ايد شريحة المين وبهذا الموديل فقط شريحة واحدة هي هنا هي المين وهي الكي بي سي تمام؟ يعني شريحة بايز واحدة قرب الاي او وقرب البي سي ايج ماكو شريحة بايز مثل ما واضح أمامكم بهذا الموديل طبعا طبعا الموديل ما البورد أيضا مشابه لموديل البورد اللي تناولنا سابقا بشكل مطابق 100% اللي هو بي ال اف باك سلاش بي ال ار باك سلاش سي اس اف باك سلاش سي اس ار فراغ دي سي او دي اس اي سي ام بي ريفيجين تو بوينت وين خلينا نروح الوضع الميكروسكوب اخوان ونبلش بعملية تلغاء معالج رسومات مباشرة بخير اللي نخفي هاي الكاميرات حتى الرؤية تكون اتكم بشكل اشمل هاللي قبل ما نبليش نرفع هذا الحماية نرفعها هاي الطبقة الطبقة الحماية اللي على البورد نرفعها بهذا الشكل طبعا رح نبدي التعامل مثل ما اتفقنا طبعا الاقطوات اكثرها مشابهة للفيديو السابق ورح نذكر لكم الفروقات بين الاثنين الخطوة الاولى طبعا بديناها بتحويل هذا الملف من هاي المنطقة الى هاي المنطقة وايضا هذا الشيء رح نسوي بهذا البورد الخطوة الثانية ننزل لتحت شوية ونرفع هذا الموسفت اللي خلف حامل التبريد للمعالج والخطوة اللي بعدها بداخل هذا المربع ما التبريد مع المعالج ما التبريد للمعالج اتناها المقاومة ايضا رح نرفعها نلغيها قطوة اللي بعدها شباب نروح الى فوق المعالج او فوق تبريد المعالج بهاي المنطقة طرب الاي سي قدنا هذا الاي سي قدنا هذا المقاومة اللي هنا نقوم برفعها بدين ننزل لتحت بهاي المنطقة خلف سوكت الهارد ديسك بهاي المنطقة قدنا هاي الجنابر نقوم بفصلها فاقلي شوية وبعد ما ازلنا اخوان هاي الجنابر ننتقل الخطوة الباعدها وننزل لتحت شوية تحت هذا الاي سي مثل ما شوفون تحت هذا الاي سي ادنى هاي المنطقة نقوم بفصل هذا الجنبر هاي المنطقة نقوم بفصل نتأكد من عدم وجود توصيل عن طريق الملتميتر التوصيل مواكو مقطوع اذا تم فصل الجنبر بعدها نروح على اليمين بهاي المنطقة اللي بيها هاي المقاومات العشرة كيلو الشبكية نضيف المقاومة اخرى هنا بهاي المنطقة نجيبها من اي بورد كسر وبنفس المنطقة اخوان ننزل لتحت تحت هاي المكان وبهاي المنطقة نضيف مقاومة بين من اثنين الى ثلاثة كيلو اوم تمام؟ في هاي المنطقة نضيف مقاومة من اثنين الى ثلاثة كيلو اوم اخي نروح نجيبها من اي بورد كسر خطوة اللي بعدها ننزل شوي اللي تحت اخوان وبهاي المكان عدنا هاي المقاومة اللي خلف هاي الثلاثة مكثفات هاي المقاومة اخذها من هنا نحطها هنا خطوة اللي بعد اخوان ننزل اللي تحت بفوق شريحة البيعس هاي المنطقة ادنا هاي المقاومة اخذها من هنا نحطها هنا نسوي الهي الشفت ايضا وبهاي الخطوة اللي بعد هاي رح تبدأ عملية الاختلاق او تبدأ الاختلاف بين هذا البورد والبورد اللي شرحنا عنا بالفيديو السابق بالفيديو السابق قنا نرفع هاي الشريحة في جهة الكي بي سي و نرميها بهذا الموديل هاي شريحة هي نفسها الكي بي سي وهي المين و رح نرفعها ونقوم ببرمجتها بالسوفتوير اللي او بالبيعز او نظام البيعز اللي موجود بصندوق الوصف بعد ما تحمله تقوم ببرمجتها على هاي الشريحة وترجعها نفسها طبعا اذا تلاحظون هنا المقاومات كاملة يقرب هاي الشريحة ممثل البورد السابق كان بها نقص واضطر لان نحنا نكملها فالخطوة هذي رح نقوم بها برفع الشريحة واستخدامها نفسها طبعا بعد ما نعيد برمجتها بسوفتوير اللي موجود بصندوق الوصف رح ترك لك الرابط مع التحميل مابدة فنرفع الشريحة ونبرمجها ونرجعها بمكانها مباشرة اشتركوا في القناة قصة اشتركوا في القناة شكرا بابد القطعة الحديد اللي خاصة بتثبيت مجموعة التبريد نرفعها الخطبة اللي بعدها شباب راح نقوم برفع شريحة الجي بيو اللي هو هذا راح نقوم برفعه فخلي نجي نهيئة لعملية الرفع عن طريق رفع هاي القطع اللي وظيفتها تعزيز الجي بيو بهذا الشكل وحسا بعد ما رفعنا الحماية راح نقدر نرفع الجي بيو عن طريق استخدام الهوى الحار بهوة كلها بهذا الشكل نروح الى الهند طبعا راح نرفع الفوها ما للهوتكون وعلى درجة حرارة اربع عن مية سبعد ما رفعنا الجي بيو يخوان خلي ميكروسكوب راح نجي ننظف هاي البنات في هذا الشكل ناخذها من احد الزوايا ونبدي بعملية التنظيف ميكروسكوب بعد ما رفعنا الجي بيو ونظفنا مكانة ننتقل الى خطوة اللي بعدها وهي عملية فك هذه الجنابر اللي هنا او ازلها عندنا هاي الجنابر في هاي المنطقة هاي الجمبر وهذا الجمبر على الطرف الاخر هاي راح نقوم بآآ ازلها نخلي خطوة بعد اخوان نروح الى جنب الجي بيو هاي المقاومات الصفرية وتحت هالمقاومات الاثنين الاولى ناخذهم كلهم راح نستخدمهم في مكان اخر فما نرميهم راح نرفع هذا واحد اثنين ثلاثة اربع الآن راح ناخذهم مثل مهمة وناخذ معهم مقاومات اثنين من تحت هاي المقاومات كلها راح ناخذها وراح نستخدمها في مكان اخر فما نرميها بعد ما اخذنا المقاومات راح نروح الى الطرف الاخر من البورد وخلف الجي بيو من الطرف الاخر بهاي المنطقة راح نحط المقاومات الصفرية الاربعة بهذا الشكل والمقاومتين من الصغار نحطهم هنا خلينا نطبع هذا الحامل ما للنظام التبريد حتى تسهل ويانا عمرية اللحام الخطوة اللي بعدها فوق المعالج اخوان نلحم هنا مكثفات اربعمية وسبعين بعد ما لحمنا هاي المكثفات اخوان فوق المعالج ننتقل الى هاي المنطقة وقرب سوكت الشاشة او دي اس بهاي المنطقة عدنا هاي المقاومة نأخذها من هنا ونحطها هنا المرحلة اللي بعدها والخطوة اللي بعدها اخوان نفس المكان اللي لحمنا بها هاي المكثفات فوق هادنا هاي النقطة اللي لحم بها واير ونجيبها الى حد تحت الى هاي المنطقة وعلى هذا المكثف اللي اهنا هنا هنا ننحم الواير خلي نجيب واير من الحمام بين هاي النقطة وبين هاي النقطة اهنا نروح الى وضع الهاند خلي شوفكم يا ها على البورد اخوان على البورد النقطة هاي هنا اللي مشر بيه هنا وعلى هذا الكويل يعني من هاي النقطة على هاي النقطة راح نجر واير مثل ما شوفون حواب لحمنا الواير بين هاي النقطة ويجبناه بهذا الشكل لحمناه على هذا الملف هنا الفطوة الاخيرة او الفطوة اللي بعدها هنا هاي المنطقة شو راح نسوي اخوان راح نخلي مقاومة بين واحد بوينت اثنين كيلو واحد بوينت اثنين كيلو الى اربعة بوينت سبعة كيلو نربطها وهي الرجل رقم اربعين اللي هي هاي الاخيرة اللي اصلا جاي على هاي النقطة اذا ما تشوفون طالعة من هنا جاية هنا راح نربط بين هاي النقطة مقاومة بينها النقطة والارضي مقاومة قيمتها من واحد بوينت اثنين كيلو الى اربعة بوينت سبعة كيلو يعني هاي النقطة اربعين اللي هي جاية هنا وبعدها مقاومة ومن المقاومة والارضي في هاي المنطقة اما الرجل رقم واحد او او الكن رقم واحد الكنات الى اي سي اللي جاي على هاي النقطة راح نلحم بجمبر مباشر على الارضي من هاي النقطة الى هاي النقطة فنجيب مقاومة ثم تشوفون عندي مقاومات هنا اربعة بوينت سبعة كيلو اوم فنحن اقضوا هده منهم اشتركوا في القناة فنجيب مقاومة وبعدنا خطوة اخيرة شباب اللي هي اختيارية اذا تريد الجهاز يعرض من ال في جاي تمام اذا تريد الجهاز يعرض من منفذ ال في جاي هذا على الشاشة الخارجية ففوق البي سي ايج هنا فوق منطقة البي سي ايج عندك هاي المقاومات هاي المقاومات تنرادلها تلصحيف او عملية من هاي المنطقة الى هاي المنطقة عندنا اربعة مقاومات هنا واحد議ين ثلاثة اربعة نزحفهم خطوة وحدة لايت احت يعني ها يصير هنا وها يصير هنا وها يصير هنا وها و NA و بعد ما كملنا الخطوات شباب هسا نقدر نجرب البورد كخطوة قبل ما قبل التجميع فخلي نجرب البورد على السريع واذا حصلنا صورة نقوم بعزل النقاط اللي يجب عزلها ونكمل عملية تجميع الجهاز ونفحص السوئية فخليكم بتابعين يشاب خلي نركب البورد بعد ما سويناه خلي نعزل هاي المنطقة حتى نحافظ عليها من الشورت خلي نرجع هاي القطعة ايضا نربط البورد يشتغل الحالة طبعا لانه ماكو بطريد RTC طفل برغة الجهاز الحالة بس الدار بسم الله طفا شغل الجهاز يطفا مباشرة شباب نحن نغير مكان الرام نحن نحن نغير مرة أخرى ممكنكم ستسوينا شيء غلط خلي روحها راجع لخطوات اخوان ونشوف الخيل وين وابلغكم شباب طبعا لو جيننا ربطنا مرة أخرى سوف نرى ان الجهاز يعمل يارض الصورة بشكل طبيعي بما كوي مشكلة مشكلة ليش قاعد ينطف في جان الجهاز قاعد ينطف في بسبب عدم وجود مجموعة التبريد مجرد ربطة مجموعة التبريد ثبتها ببرغيان فقط والجهاز شغال أمامكم بدون مشاكل بقى انه نخليها SSD من نصب ويندوز نرى ننتجة نهاية اخليكم تابعين وهي بعد تجميع الجهاز نتيجة نهاية امامكم وهذا كارت الشاشة المدمج داخل المعجرة انتظ ايج دي كرافيكس 4000 ولهنا انكم وصلنا لينهات الفيديو اذا اجبكم الفيديو تنسونا من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة في زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد اشتركوا في قناة قناة داوتك كماذا